أربع سنوات سجناً هو الحكم الذي قضت به محكمة إيطالية بحق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني بعد إدانته بتهمة الاحتيال المالي في قضية تعلقت بحقوق للبث التلفزيوني حصلت عليها شركته ميديا سات ويتهم بيرلسكوني بأنه ضخم عمداً أسعار حقوق بث الأفلام التي كانت تشتريها شركات وهمية يملكها خلال إعادة بيعها في إمبراطوريته السمعية المرئية ميديا سات وذلك حتى يتجنب دفع الضرائب ومنع القضاء بيرلسكوني أيضاً من تقلد أي منصب في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات ويحاكم بيرلسكوني إلى جانب عشرة أشخاص آخرين في قضية مر عليها ست سنوات وبإمكان بيرلسكوني البالغ من العمر ستة وسبعين عاماً أن يتقدم باستئناف الحكم الصادر ضده مرتين ولكن ذلك قد يستغرق سنوات طويلة وبالنظر إلى تقدم سنه لا يبدو بيرلسكوني أن قدماه ستضع السجن أو أنه سيبقى تحت الإقامة الجبرية